بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين نحمد سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستعديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد الاستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي تردم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجنائز وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب قول الرجل للمرأة عند القبر إصفري قال باب قول الرجل للمرأة عند القبر إصفري ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بمرأة عند قبر ويتبكي فقال اتق الله وإصفري يقول أنس بن مالك رضي الله عنه مر النبي صلى الله عليه وسلم بمرأة عند قبر ويتبكي فقال لا اتق الله وإصفري فبواب الإمام البخاري رحمه الله ذي الترجمة قول الرجل للمرأة عند القبر إصفري فيها طبعا جواز مخاطبة الرجال للنساء في أمثلة ذي الأمور وقالنا الآن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحال وكأن المرأة كانت تبكي بكاء العين فقط ولكن وهي تبكي فقالت تق الله وصمري ليس هناك حرك في بكاء العين ومر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أخذ الراءة زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الرابع فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان أي أنه كان أبكي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهل علي الميت يعذب ببكاء أهل علي فلا يقصد بالبكاء هنا هو دمع العين ولكن ما يستصحب ذلك من كلام أو صراخ أو عويل طبعاً ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الآن الصراخ والعويل كل ده ببقى اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى ولكن لما بتدمع عين الإنسان دي رحمة ربنا سبحانه وتعالى وضع هذه الرحمة في قلوب العباد وبالتالي يتأثر الإنسان وتبكي العين إن العين لا تبكي والقلب بيحزن ولكن على ذلك لا يتفوى إلا بما يرد الرب سبحانه وتعالى يبقى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت عذب بكاءه لعليه يبقى لا يقصد بالبكاء هنا دمع العين ولكن قد يستصحب ذلك البكاء بكلام الجاهلية بالنواحة وغير ذلك فلذلك لما مر على المرأة يتبكي يبقى ليس بكاء العين فقال الله اتق الله واصفري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصوبتي وما كانت تعلم المرأة أن هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قلنا حتى لما عرفت ذلك الأمر ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إصبري قلنا والصبر دائما قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى يعني الصبر عند الصدمة الأولى دائما لا بد من تصور الأمر أن الإنسان قد يتفوى عندما يأتي ذلك الخبر أو يطير هذا الخبر إلى مسمعه قد يتفوى بكلام ثم بعد ذلك يقول أنه صبر ومحتسب الصبر والاحتساب يبقى من أول ما يطير الخبر إلى مسمع الإنسان قلنا ده يحتاج أن يتأهل الإنسان يبقى متأهل أن يستمع أمثل ذي الأخبار ماذا يصنع كيف يكون التصرف يبقى بينا أن الموت مصيبة والمصيبة الأعظم كما يقول العلماء هو فوات ثواب المصيبة يبقى الموت مصيبة والإنسان ليس له سبيل أن يدفع هذا الأمر هذا من مقدور الرب سبحانه وتعالى لكن لا بد أن يذهل الإنسان وتآهب كيف أستقبل أمثل ذي الأمور يبقى أخبار نقول بمحزنة ولكن مع ذلك أنا عبد لله سبحانه وتعالى ماذا أصنع ماذا أقول عند هذا الموقف يبقى في حال الفرح أنا عبد يبقى لابد أن تصرف تصرف العبد عند الحزن وعند المصائب والنكبات أيضا أنا عبد كيف أتصرف تصرف العبد فتصرف العبد عند المصائب هو أن يسترجع إن لله وإن ليه راجعون وإنما الصبر عند الصدمة الأولى يعني كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتصور المسألة حتى نتصور المسألة وحتى لا يفوت عنك هذا الثواب أو يفوت منك ذلك الثواب فلذلك قالت تق الله واصفري قالت إليك عني أنك لم تصب بمصوباتي والمرأة ردت هكذا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ما كانت تعلم أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك الإنسان يؤكد على نفسه كيف أستقبل أمثل ذي الأمور قلنا أمور محزنة ولكن مع ذلك قلنا حتى لا تفوت ثواب المصيبة وبينا أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وصول خبر النبي أو خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسمعه كيف تصرف أبو بكر رضي الله عنه تصرف هذا التصرف غير الصحابة رضي الله عنه وكيف أنه أتى ثم كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وبكى وبكى ثم خرج على القوم خرج على القوم وبالتالي يعني نبه القوم من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله أن الله حي لا يموت أما محمد إلا الرسول فأدخلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتلاً قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أعقابيه فلن يضر الله شيء السجد له الشاكرين وكان هذه الآية ما نزلت إلا في ذلك التوقيت قلنا ده معنى الكلام الإنسان لازم يكون متصور الأمر واقف على المضمون أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكانه وقف على مضمون الآية وكذلك تصور هذا الحال ماذا لو فقد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعه كيف يقول يضل الإنسان العبودية في أمثال ذي المواقف دائماً كده الحكمة من الابتلاء مصائب وابتلاءات والله تعالى قدر على ذلك والله تعالى أخبرنا بذلك لكن كيف يستقبل الإنسان ذلك الأمر يبقى محتاج إلى تصور وكذلك يتهيأ الإنسان لأمثال ذي الأمور حتى لا يفوت منه ثواب تلك المصيبة ثم ذكر الباب التالي قال باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر قال الإمام بخيري رحمه الله باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابن سعيد بن زين وحمله وصله ولم يتوضع وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حياً ولا ميت وقال سعد لو كان نجساً ما مسسته وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس ثم ذكر هوايا عن محمد بن سيري رحمه الله عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال غسلناها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك بماء وسدر ودعنا في الآخرة كفورة أو شيئاً من كفور فإن فرغتنا فأهذننا فلما فرغنا أذننا فأعطانا حقوة قال شرناها إياه تعني إزارة قال غسل الميت وضوئه بالماء والسدر وإحنا بنغسل الميت تعبداً لليس سبحانه وتعالى تعبداً لو كان هذا الميت ماتوا عليه جنابة يبا هذا الغسل ترفع به جنابة لو كانت امرأة حائد لا يرفع به الحائد ولكن ده غسل تعبدي وأن ليه لا ترتفع به الجنابة لأن الجنابة تحتاج إلى نية والميت مات والنية ليست فيها نيابة فعلى ذلك غسل الميت وضوئه بالماء والسدر بدأ تعبداً لله سبحانه وتعالى تعبداً ولذلك قال الإمام بخيري رحمه الله وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابن سعيد بن زيد وحمله وصل ولم يتوضى يبا طيب ابن سعيد بن زيد رضي الله عنه لما مات وحمله وصل ولم يتوضى من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضى هذه رواية ضعيفة أساساً هذه رواية ضعيفة ولكن هو بيباشر الغسل عسل أنه يكون مس عورة هذا الرجل مثلاً أو من يغسله فإبقى لو توضى على الاستحباب على الاستحباب وإلا إن تأقن أنه مسل عورة يبقى يتوضى عند ذلك لكنه يتوضى ممكن استحباباً فقط استحباباً إبقى إن حمله إبقى يتوضى إن قام بتغسيره يغتسل لا إبقى هذه رواية ضعيفة لكن لو اغتسل إبقى هذا يعني اغتسل ليس بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس رضي الله عنه المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً إبقى الموت لا يسلب به الإنسان الإيمان إبقى صفة الإيمان لا تسلب من الإنسان لو مات لا تسلب إبقى المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً ومرت علينا الرواية أن أبو هريرة رضي الله عنه لما كان على جنابة وراء النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس حتى اغتسل ثم عاد ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت جنباً فعلى ذلك قال سبحان الله المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً ينجس حياً ولا ميتاً وقال سعد قال سعد بن أبو وقاص رضي الله عنه لو كان ناجساً ما مسسته لو كان ناجساً ما مسسته ما غسلوش وكان القصة أن سعد بن أبو وقاص رضي الله عنه قام بتغسيل سعيد المزيد رضي الله عنه لما مات فغسل وكفن ثم عاد لبيته فاغتسل وبالتالي بيّن المسألة هو لم يغتسل إلا لحرارة الجو يعني لم يغتسل لمجرد أنه غسل سعيد المزيد ولكن ما اغتسل إلا تبرد إلا تبرد يعني ده من الحر اغتسل بس وبين المسألة حتى لا ظن الظن أنه اغتسل لتغسيل سعيد المزيد رضي الله عنه ولذلك قال لو كان ناجساً ما مسسته لو كان ناجس أساساً يعني ينقص بالموت ما كانش قام بتغسيله لكن هو قام بتغسيله وتكفينه واختسل بعد ذلك وبيّن أنه لم يغتسل لأنه قام بتغسيل سعيد المزيد رضي الله عنه ولكن اغتسل من تبرد اغتسل تبرد أي اغتسل من الحر قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يندس لأن صفة الإيمان لا تسلب بالموت لا يباقيها وبالتالي المسلم حياً كان وميتاً فهو ليس بناجس ثم ذكر إرواية عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته وكانت هي زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم أمامة أم أمامة لما توفيت قامت أم عطية الأنصارية رضي الله عنها بتغسلها قال غسلناها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك يعني الغسل يبقى ثلاث مرات أو لو زاد على ذلك يعني يزيد خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك يعني الأمر مفوض إلى الغاسل رأي الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك يبقى يفعل وأفضل صورة هو أن يقف على وطر أفضل صورة أن يقف على وطر يعني وبالتالي إن الله وطر يحب الوطر فيبقى يقف على وطر يبقى إن حدث كده غسل ثلاثاً ورأي أن الأمر لا يحتاج إلى أكثر من ذلك والأمر الممكن حيطفع بالرابعة يبقى على ذلك يستكمل الخمسة حتى يقف على الوطر وهذا أيضاً ما بيانه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاستجمار بالأحجار يبقى يستكمل ثلاث أحجار فإن لم يحدث الإنقاء زاد رابعة فإن حدث الإنقاء فلا أن يقف على ذلك ولا أن يزيد واحدة والزيادة أفضل حتى يقف على وطر حتى يقف على وطر فالله وطر يحب الوطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قلق سلناها ثلاثاً أو خمساً يبقى لكن لو بواحدة فقط حدث الأمر يبقى لا حرج يعني على غسلة واحدة طرح ما حدث منها يعني إزالة الأدران والأوساخ التي على البدن وحدث منها هذا الإنقاء يبقى تجزئ ولكن يقصدناها ثلاثاً يبقى يقصدناها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك يبقى حسب رؤية الغاسل قال بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كفوراً أو شيئاً من كفور يبقى تغسل به الماء والسدر سدر ده لما يخضف الماء بيخرج منه رواوي زي الصبون يعني زي الصبون واجعلنا في الآخرة كفوراً شيئاً من الطيب فإذا فرغتنا فأذننا فلما فرغنا أذننا فأعطانا حقوة أعطانا الإزار إزار النبي صلى الله عليه وسلم وقال شرنها إياه يعني أول شيء يلي جسد يبقى زينب رضي الله عنه يبقى هو إزار النبي صلى الله عليه وسلم إزار النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أعطاه الإزار وقال شرنها إياه وبالتالي يدعى له هذا الإزار مما يلي الجسد مباشرة مما يلي الجسد يبقى ذا تبركاً يبقى خلع ذلك الإزار وعلى ذلك قال الأمة عطية رضي الله عنها شرناها إياه أي بهذا الإزار يبقى يكون أول شيء يلي جسد ابنته زينب رضي الله تبارك تعالى يبقى ده تبركا طبعا ويتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم وبعد يقول بها ده بيأخذ منها صورة يبقى جواز التبرك بأثار الصحي لا ده خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لكن التبرك بدعاء رجل الصلع الحي ده يجوز لكن التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا كان أو ميتا حيا كان أو ميتا لكن القال بعد جواز التبرك بأثار الصالحين ده بدعاء هذا الرجل الصالح الحي يبقى يجوز التبرك بذلك الأمر لكن التبرك بثوب بملباسي بغير ذلك أنا أقول لها لأن طبعا نحن بنتعامل مع هذا الإنسان فيما يبدو لنا من ظاهري أنه على الصلاح لكنه على الصلاح أم لا لا يعلم ذلك إلا الرب المعبوس سبحانه وتعالى لأن فيه عمل قلبي إحنا ليس لنا سبيل أن نطلع عليه ولكن نقول هذا رجل صالح فيما يبدو لنا ليس من باب أنه تسكيت هذا العبد ولكن لا نزكع الله من أحد الله تعالى يعلم وكذلك نحن بنتكلم بالظاهر نحن بنتكلم بالظاهر لذلك نحن دايما بننبه ونؤكد على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن أول ثلاثة تصعر بهم النار عالم وتصدق شهيد لذلك هذا رجل فيما يبدو لنا عالم يعني هذا رجل صالح فيما يبدو لنا إحنا بنحكم على أعمال الظاهرة لكن كل ده يتوقف على عمل القلب أيضا عمل الظاهر ده إحنا فيما يبدو لنا لكن عند ربي سبحانه وتعالى يتوقف على عمل القلب ولا اطلع لنا على أعمال قلوب العبد لا يطلع على ذلك إلا ربي سبحانه وتعالى لذلك نحسب فلان وحسب الله أي لا نزكع الله من أحد ده فيما يبدو لنا فيما يبدو لنا هذا رجل صالح لكن إحنا لا نحكم له بالصلاح يبقى الصلاح يبقى ده فين عمل الباطن يبقى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولم يحزنوا الذين أمنوا وكانوا يتقون يبقى إحنا ممكن نرى مظاهر الإيمان ده في سلوك الإنسان لكن يا طرى هل تقوى القلب لا يعلمها إلا رب سبحانه وتعالى إن الذين غضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى يبقى التقوى دي محلوها القلب وإحنا ليس لن سبيل نطلع على ذلك لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يعني يطلع على ما في قلوب عهد لا يطلع على ذلك إلا الرب المعبوس سبحانه وتعالى يبقى لما إحنا نتكلم على إنسان أو نزكي إنسان حنزكي هذا الإنسان من أعمال الظاهرة فقط فقط لكن يا طرى عمل الظاهر ده يبقى حيبقى مقبول عند الله سجل ولا لا ده لو نضم إليه عمل القلب وده إحنا ليس لنا سبيل لشان كده يعني ليس لنا يعني أن نحكم ونقطع أن فلانا رجل صالح إلا لما لو ورد نصوص كما نقول أن أبا بكر رضي الله عنه في الجنة أن عمر في الجنة أن عثمان في الجنة عليه في الجنة سعيد ويزايد سعيد ويزايد وكذا مما ذكره من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا نقطع لأحد بالجنة إلا لما ورد فيه النص لما ورد فيه النص لنحن حدود أنا كعبد لي حدود إلا هذا رجل صالح فيه ما يبدو لنا وأن المرأة يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل النار وهو من أهل النار لذي حيختم له بعمل أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك إنما الأعمال بالخواتيم خاتمة العمل يطرى يعني كيف يختب لهذا الإنسان عشانك دائما نظر الإنسان إلى الأمور المستقبلية لا ينظر إلى تفت إلى ما مضى من أعماله ولا يركب إلى ذلك الأعمال الصليحة لكن همه كله وبصره للخطوة الأخيرة التي يعني يخطوها في دنيا فلذلك قال عشرناها إياه يعني تبركا بإزار النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الباب التالي قال باب ما يستحب أن يغسل وطرا قال ما يستحب أن يغسل وطرا يبقى الوتر كده يقصد يبقى نحن نقصد ذلك الوتر قال في رواية عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقصب ابنتها فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا وأكثر من ذلك بما ينوسدر ودعلنا في الآخرة كفورا فإذا فرغتنا فأذنني فلما فرغنا أذننا فألقى ليني حقوة فقال أشرناها إياه الشاهد من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا بيأكد على مسألة الوتر يبقى دي مسألة يبقى مقصودة يبقى مسألة مقصودة إن الله هو وطر ونحب الوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك إحنا بينا في مسألة الاستجمار بالأحجار يبقى لا يجزئ أقل بثلاث أحجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث بها الإنقاء يبقى حنكتفي بهذا العدد اللي يحدث الإنقاء زادة رابعة في حدث بها الإنقاء فعلى ذلك ممكن يقف على هذا العدد لأن حدث الإنقاء أو يستكمل وهذا أفضل يستكمل وطرا يبقى حجرا يمر ذلك الحجر بالمحل وعرغم اللي هو مش حيزيل أي شيء لكن تحقيقا للسنة تحقيقا للسنة يقف على الوتر إن الله وطر يحب الوتر كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أيضا قال أغسلناه ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر ودعنا في الآخرة دي كافورة وبالتالي كان هذا الشاهد الذي ترجم له الإمام البخاري رحمه الله ترجمه ما يستحب أن يغسل وطرا كذلك أيضا ذكر في رواية قال وكان في حديث حفصة أغسلناها وترون وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا كان فيه أنه قال ابدأوا مياه منها وقدروا لضوء منها وكان فيه أن أم عطيها قالت ومشطناها ثلاثة قرون يبقى ثلاثة دفائر كده وهي كلام على كيف يدعى شعر المرأة في الغسل ثم ذكر الباب التالي قال باب يبدأ بمياه من الميت ازاي بنبدأ تخسين الميت قال باب يبدأ بمياه من الميت والباب التالي أيضا باب مواضع الوضوء من الميت فقال أيضا في رواية عن حفصة بنت سيرين رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته إبدأنا بمياه منها ومواضع الوضوء منها أيضا الباب التالي باب مواضع الوضوء من الميت أيضا نفس هذه رواية عن حفصة بنت سيرين رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نحن نغسلها إبدأوا بمياه منها ومواضع الوضوء لذلك إزاي إحنا هنبدأ نغسل الميت زي بالضبط كده الغسل من الجناب الغسل معناها إفاضة الماء على جميع البدن مع غلبة ظن أن الماء وصل إلى كل مواضع البدن يبقى ده الغسله يبقى لو حيقتز الإنسان من جنابه أو اغتسط المرأة مثلا من الحي أو اغتسق غسل جمعة يبقى الغسل عبارة عن إيه هو أن نحن نفيد الماء على الجسد حتى يستغرق الجسد بأكماله مع غلبة الظن أن الماء وصل إلى كل مواضع البدن ده الغسله يبقى تعميم الجسد بالماء تعميم الجسد بالمدى الغسل لكن الغسل يبقى المسنون يبقى ليه كده طريقة ده غسل مسنون يبقى حيبدأ الإنسان في غسل الجنابة بغسل القبل والدبر وبعد ذلك بيتوضى وضوءه للصلاة وبعد ذلك بيحذو حساس حساسي على الرأسي أو يجعل الماء في أصول الشارع حتى يصل إلى البشرة ويحذو حساسي على الرأسي ثم يفيد الماء على الشق الأيمن ثم الشق الأيصر يبقى ده غسل المسنون لكن الغسل أصلا هو تعميم الجسد بالماء ده أصل الغسل فلو صب الإنسان على نفس الماء أو إن الإنسان كده يعني دخل في مياه البحر وكان بنيه ترفع الجنابة يبقى ترفع الجنابة لأن نعمم جميع الجسد بالماء لكن الغسل المسنون يبقى بهذه الصورة كذلك تغسير الميت تغسير الميت لو إحنا صربنا الماء على الميت وأفضنا ذلك الماء على الميت يبقى ذاتا من تغسيره لكن كيف يغسل الميت بقى الغسل المسنون كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال في هذه اللوية الأم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها يبقى يبدأ كده بمواضع الوضوء يبقى مواضع هذا الميت كوضوء للصلاة غير أنه لا يصب الماء لا في أنف ولا في في يعني نصبش مية في فم ولا في أنف ولكن يأخذ خرقة مبللة ثم يدعالها في في أو في أنف يبقى في الأنف احنا بنتوضع على ذلك مضمضة والسنشاق طبعا كيف نصنع في الماء في المضمضة والسنشاق خرقة مبتلة وبالتالي نمرر هذه الخرقة على داخل الفم كده مع الأسنان وكذلك في منقريف الأنف ولكن باقي الأعضاء بنغسل باقي الأعضاء بنغسل باقي الأعضاء فبنبدأ بالميامن ومواضع الوضوء منها كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم إبقى نوضع وضوء للصلاة وهذا كده حنفيد الماء على جسدي قسلناها ثلاثا أو خمسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك الرأى الغاسل أن الأمر يحتاج إلى ذلك والأفضل أن يقف على الوتر ثم ذكر الباب التالي قال باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل هل تكفن المرأة في إزار الرجل فذكر أيضا هذه الرواية عن أم عطية رضي الله عنه قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا أخسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا فإذا فرغتنا فأذنني فلما فرغنا أذننا فنزع من حقه إزارهم وقال شعرناها إيام إبقى هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ تكفن والذي هتبقى حالة خاصة ببنت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في مسألة التكفين يبقى لا حرج لكن دي في مسألة التبرق يبقى كان التبرق بإزار النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده التبرق منه لكن بالنسبة أن المرأة تكفن في إزار الرجل لا حرج من هذا الأمر لا حرج يبقى من دون أثواب التكفين للمرأة يبقى إزار الرجل لا حرج أن تكفن في إزار الرجل بناء على تلك الواقع والتالي ترجم الإمام بخيري هل تكفن المرأة في إزار الرجل فذكر هذه رواية عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نغسلناها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك فإذا فرغتنا فآذنني فلما فرغنا أذننا فنزع من حقه إزاره وقال شعرناها إياه هل تكفن المرأة في إزاره أولا تكفن في إزار الرجل ولكن بالنسبة لإزار النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بالتبرك بأثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم قلنا التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا كان أو ميتة حيا كان أو ميتة أما التبرك بأثار رجل الصالح يكون التبرك بدعاء الرجل الصالح الحي لكن لا يتبرك بأثار بثوب أو بنعل أو غير ذلك التبرك ده يكون بأثار النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما بينا أن البعض بيستند إلى هذه رواية يبقى جواز التبرك بأثار الصالحين قلت لك لا جواز التبرك بدعاء الرجل الصالح الحي لكن مع ذلك لا يبقى هذا إزار يبقى إزار كان على جسد هذا الرجل الذي نتوسن فيه الصلاح حتى لذلك حتى في تحنيك المولود يبقى ذكر بعض العلماء الناذي والقصائص النبي صلى الله عليه وسلم والبعض عمم هذا الأمر قالوا حتى لا يدخل أول ما دخل إلى جوف هذا المولود كان ريق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دي مقصود مسألة تحنيك فعلى ذلك قالوا من نتوسن فيه الصلاح والبعض قال ده هيختصر على النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأمر فيها ساعة في مسألة التحنيك يبقى من نتوسن فيه الصلاح يبقى يقوم بتحنيك ذلك الغلام حتى أول ما دخل إلى جوفه هو أريق ذلك الرجل الذي نتوسف فيه الصلاح بناء على تحنيك النبي صلى الله عليه وسلم المولون لكن بالنسبة للتبرك بالأثار يبقى نتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا كان أو ميتة لكن لا جزء التبرك بأثار من نتوسف فيه الصلاح إلا يعني ما أرد فيه الكلام لكن نتبرك بثوب إزاري بكده نقول لا لكن نتبرك بالوعاء الرجل الصالح الحي قال عن الماء البخاري رحمه الله بقى بيجعل الكفور في آخره الطيب يعني بقى بيجعل الكفور في آخره فأيضا ذكر نفس رواية عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر الأول بتغسل بماء وسدر قلنا سدر يقض فيه الماء يخرج منه الرغوي زي الصبون كده يبقى كإني تغسل يبقى هتغسل بيه الماء والصبون يبقى لا حور قلنا ده غسل تعبدي أساسا غسل تعبدي وبالتالي واجعلنا في الآخرة كفورة أو شيء من كفور شيء من طيب قلنا الكفور يبقى بيمنع قالوا يمنع الهوام وكذلك بيشد ذلك البدن حتى ليسوا عليه التعفن فإذا فرغتنا فأذننا قالت فلما فرغنا أذننا فألقى إلينا حقوة قال شرنائيا ويجعل الكفور في آخر غسلة يبقى يضع الطيب قلنا حتى لا تصدر من الميت إلا رائحة الطيبة وتنقطع أي رائحة كريهة وكذلك حتى لا يسع عليه العفن وقالت إنه كان قال يغسلناه ثلاثة وخمسة وسبعة وأكثر من ذلك ريتن قالت حفصة رحمة الله قالت أم عاطية رضي الله عنها ودعنا رأساها ثلاثة قرون يبتلت ضفائر كده كما سيأتي الكلام يعني كيف يكون شعر المرأة عند الغسل هل يطرى نجعله مسترسل كده ويضع على وديها ومن خلفها ولا هيضفر بضفائر كما قالت حفصة رحمة الله عن أم عاطية رضي الله عنها وجعلنا رأساها ثلاثة قرون يبتلت ضفائر ثلاثة ضفائر كده وبالتالي وجعلنا هذا الشعر من خلفها كما سيأتي الكلام عن هذا الأمر ده بالنسبة للمرأة بشعر المرأة هل يطرى شعر المرأة بكده يسترسل من خلفها وقيل يوضع على وديها ولا كيف نصنع أيضا أم عاطية رضي الله عنها كما قال وجعلنا رأساها ثلاثة قرون ذكر الباب التالي باب نقض شعر المرأة هل يطرى شعر المرأة في الميتة بينقد ثم يغسل وتضفر ولا ممكن أساسا يتم تقسيد المرأة دون نقض شعر هذه المرأة إحنا بينا قبل ذلك مرة علينا الكلام يبقى نقض شعر المرأة في الحيض والجنابة يبقى لا ينقض شعر المرأة كما قالت أم سلمة رضي الله عنها لا في الحيض ولا في الجنابة يبقى لا ينقض شعر المرأة لا في الحيض ولا في الجنابة يطرى في الغسل يتم نقض شعر المرأة وتمشيته ولا من الممكن أن تغسل على هيئتها دون أن ينقض شعر هذه المرأة أو ضفر تلك المرأة قال باب نقض شعر المرأة وقال ابن تسيري رحمه الله لا بأس أن ينقض شعر الميت ثم ذكر رواية عن حفصة بن تسيري رحمه الله قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن دعنا رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون خدناه ثم غسلناه ثم جعلناه ثلاثة قرون يبقى باب نقض شعر المرأة إن الأن في الرواية ومشطناها ثلاثة قرون يعني مشطناها يبقى تسريح الشعر يعني تسريح شعر الميت وده يتطلب يبقى نقض شعر الميت لا وكلا هو كما قال بسري لا بأس أن ينقض شعر الميت لكن لو لم ينقض ويغسل بهذه الصورة يبقى لا أحرب لكن نقول أنه من السنة أن يتم نقض شعر المرأة ويغسل مع غسلها وإن تساقت منها شعر يأخذ أيضا ويضم إليها ان تساقت منها شعر مثلا عند تمشيط المرأة وعند تخسير الشعر غسل الشعر يبقى على ذلك يضم إليها يضم إليها ويقفى ويضفى معها فقالت مشطناها ثلاثة قرون فتقول المعطية رضي العنى أنهنا دعنا رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون ده يتطلب منها أنه نقض الشعر وتمشيته وبعدين تطفيره يبقى ضفرته ساس دفائر ساس دفائر ضفرته يبقى اتنين على الجم واحدة من الأمام ومن نصية واثنين من قرون وبالتالي جعلتهم كلهم خلف ظهرها كما ستأتي إرواية يعني كيف تصنع بشعر المرأة المهم في هذا الشاهد نقض شعر المرأة يبقى ينقض عند الغسل ينقض ويمشط وإذا ساقط منه شعر يضم إليها والبعد قال أنه هو يوضع الشعر مسترسل خلف الظارية وعلى وجهها وقالوا أنه هذه فعلا من أمه عطية لكن ده فعلا اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بوحي أساسا يعني لكن هي قالوا لم يقل لهن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ذلك من فعل معطية ذلك البعض قال أنه لو ترك مسترسلا يبقى لا حرك لو لم ينقض ذلك الشعر وطرك عليه يأتي يبقى أيضا لا حرك لكن الأولى ما صنعته أم عطية رضي الله عنها يبقى يتم نقض الشعر وغسله وبعد ذلك يضفر سياس دفائر ويضع خلف ظهر المرأة لأنه معطية رضي الله عنها قالت اجعلنا رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون قدناه ثم غسلناه ثم جعلناه ثلاثة قرون فكت الدفائر وغسلته ومشطته وبعد كده عادته ضفرت ذلك الشعر ثم جعلته خلف ظهرها وذكر الباب التالي باب كيف الإشعار للميت قال كيف الإشعار للميت شعرناها إزاي يعني هيكون إزاي يعني ما معنى إشعار هذا الميت وقال حسن الخرقة الخامسة تشد بها الفقذين والوركين تحت الدرق وذكر أيضا رواية عن ابن السري رحي الله قال جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصاب التي بيعنا قدمت البصرة تبادل ابن لها فلم تدرك فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم نحن نغسل ابنتها فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا وأكثر من ذلك لأن أغسلنا ذلك ودعنا في الآخرة كفورة فإذا فرقتنا فآذنني قالت فلما فرغنا ألقي لني حقوة فقال شرناها إياه ولم يذن على ذلك ولا أدري أي بناته وزعم أن الإشعار الففنها فيه وكذلك كان ابن سرين يأمر المرأة أن تشعر ولا توصر قال كيف الإشعار للميت ونرضي عنه كلابذ سبحانه وتعالى مرة قادمة اكتب ذلك القدر أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ورد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر